موسيقى بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين المرة اللي فات كنا بنتكلم عن شوق المؤمن نحو خلاص كل بني البشر ورجعنا فعمل ربنا حتى ولو في الانفاس الاخيرة للكثيرين النهاردة تكملة للموضوع ده هتكلم كيف نتعامل مع شعورنا بالفراغ الداخلي الانسان اللي بيعيش مع ربنا ما عندوش فراغ لان السماء مفتوحة قدامه والابدية واضحة وبيشوف زي ما شاف زي ما شاف يعقوب وهو طالع هربان من وجه اخيه عيسو وبابا ومامته فشلت ما قدروش يعني يحموه منه فشاف السماء مفتوحة وهو حاطت راسه على الحجر اللي كان اشارة للمسيح وشايف ربنا بيرحب به مثل هذا الانسان بعد كده ما احكنش عندو فراغ لانه ادرك في عز المرارة وهو هربان وهو نايم في الشارع او في اي حتة في البرية وحاطت راسه على حجر ان السماء مفتوحة وبترحب به وقال ما هذا الا بيت الله ما هذا الا بيت الله ايه يا عقوب لا حياتي اللي فاتت كلها كوم والدقائق او الساعات اللي انا قضيتها دلوقتي وانا بتمتع بالسماء المفتوحة وإلهي بيرحب بي لا يمكن التعبير عن الفرح اللي مالى قلبي والرجاء اللي موجود فيها وشعوري ان كل دقيقة من دقائق عمري اللي جاية هتكون ذات قيمة ابن سيراخ يشوع ابن سيراخ قالها بارة جميلة في السفر بتاعه هو طبعا اتكتب في القرن التاني قبل الميلاد جده كتبه وهو ترجمه قال ابوارة ان الانسان المؤمن لا يعرف انه يطلع المعاش لغاية النسمة الاخيرة حتى ولو كان يعني فقد الوعي حياته حياته ملتهبة بالروح وكل دقيقة من عمره يقول لا دا ابونا دا جاي عشان يناولك دا جاي عشان يقعد معاك فيش هي قاعدة فرحانة ومتهللة تقول ما زمير والتانية كانت قاعدة تقول ابني اللي في المانيا ما تضيعوش ميراسه ما تنسوهوش ما تاكلوش حقوقه الى اخر الاولى شبعانة من ربنا فحتى لما فقدت الزاكرة وبيع عندها ألزهايمر حتى في الألزهايمر بتصلي بالمزامير ومتهللة بربنا فنفسنا احنا دايما نبقى لا يفارقنا الرجاء ولا يفارقنا فرح الروح قلبنا متهلل بيه فولاد ربنا دايما مستعدين للخروج من العالم وهما انفرحانين كل دقيقة من دقايق عمرك لها تمنها زي ما قال زهبي الفم قال في لحظات يهوز فقد ايمانه وسلم نفسه للهلاك وفي لحظات ايضا المرأة الزهنية رجعت لربنا وكثيرون ايضا قدموا توبة في اللحظات الاخيرة من عمرهم حياتي ثمينة جدا فانية شاول الترسوسي عايش سنوات طويلة يشعر انه هو يعرف كل شيء وانه بطل في عينين رئيس الكهنة والكهنة والناموسيين الاخر ولكن التقى بالمسيح الساكن في السماء ففي لحظات قاله ماذا تريد يا رب ان افعل مش داي شاول ترسوسي اللي انت كنت مكرس كل طاقاتك للانتقام منه ومن المؤمنين به قال لا لانا دلوقتي بقول له يا رب ماذا تريد ان افعل اعمال الرسل تسعة الاية ستة فاهنا ما نستهنش في كل ثانية من ثواني عمرنا اهنا نعيش في شركة مع الله كل دقيقة تساوي ابدية معدة لنا فنعيش كده مستعدين للخروج من العالم الحاجة التانية ايضا زي ما ربنا اداني فرصة اتعرف عليه نقول له يا رب نفسي اناك كل البشرية تتعرف عليك مش هتوقف عن الصلاة من اجل الساقطين والتيهين وغير المؤمنين لك المجد يا ربي لانك انت تعد الخلاص للتائبين قديس مقاريوس يقول له عبارة جميلة يقول لما حنتتاخد نفسنا ونطلع في الفردوس ما تسألنيش ايه اللي حلاقيه ازاي قال حتحسن اللي انت بديته هنا الفردوس ده تكملة لحياتك بس هنا كنت بتاخد عربون خفيف واناك بتاخد فيد لا حصرة له وايضا الاشرار اللي كرسوا طاقاتهم للشر لما تأخذ نفسهم حيلاقوا اللي هما نعملوه بيكملوا فيه في الجحيم فاحنا دايما نكون مستعدين ان احنا نعيش مفيش عندنا فراغ مطلقا دايما نحط في ذهننا ان احنا عندنا رسالة مهمة اينما كنا في الكنيسة في الشارع في البيت في الشغل كل ما تعطى لنا فرصة لصلاة سرية يرفع الانسان قلبه ويقول له رب اشرق بنورك علي وعلى اللي حوالي وحتى عن الذين لا اعرفه في الطفل صغير دي قصة حصلت وانا كنت اعتافة جمعة بس بدرس وكان فيه واحد في اصلا جانب كنيسة العدرة محرم به يدوب مخلص كله الطب فحكى ان القصة دي حصلت معه شخصية بيقول انه رايح تدريب في المدرسة في مستشفى مستشفى الطلبة في اسكندرية بيقول بسيط لي ايه التفل صغير حيامل عملية هتعملوا عملية فوش وطبعا هو كان يعني لسه ايه تحت التمرين واللي معاه دكتور متخصص في العملية دي فالولد دخل وبس كده الدكتور بيقول له حبيبي ايه تتعف على الكرسي ده عشان يقعد ينام على على السريب اللي حيتعمل فيه العملية قاله بس لسه قاله ايه قاله لازم انا اصلي قبل ما تامل العملية قاله صلي فبيقول ان ركع وهو واقف اللي احنا نعرفه ده قال شفته كده ركع الولد قاله بابا يسوع بيقولولي حياملوا عملية في وش انت اللي تعمل العملية مش الدكتور انا ما طمنش غليك وبدأ يصلي لبابا يسوع فبيقول ان الدكتور طبعا الكبير يعني واقف مدهوش من الولد الصغير وبعد ما خلص العملية فبيقول للدكتور اللي تحت التدريب قاله اول مرة في حياتي اعمل عملية في الوش بهذه السرعة وبنجاح فائق اللي قاله الولد ده تم كنت حاسس فيه يد مسكة ايدي وبتشغل ايدي وانا بعمل العملية نشتنا يا ربي في كل امورنا نحاس انك انت ايه ماسك بادينا واحنا اللي بنشتغل بنعمتك وبامكانياتك وليس بايه بامكانياتنا البشرية فيه سلوة صغيرة كده حابة صليها بحبك يا ربي وعدتنا بملكوت الله جوانا في داخلنا ازاي نشتكي من الشعور بالفراغ وانت بتقيم ملكوتك جوانا مش احنا اللي بنشتغل لأصرخ مع المرتل قائلا ابي وامي قد تركاني لكن يا ربي سكناك فييا قدسني اقمت من جسدي هيكلا ليك تشغلني قداستك باستمرار روحك القدوس الساكن فييا يقود كل حياتي مع كل نسمة من نسمات حياتي يلتهب قلبي حبا بيك وليك اتطلع اليك يا مقدسي فتصير كل ثانية من ثواني حياتي كالف سنة تقود عواطفي وافكاري وكلماتي وكل سلوكي اني اتعجب ممن يعانون من الفراغ سكناك فييا يملأ حياتي فرحا وتهليلا تدبيرك يا ربي لخطواتي يقودني الى الحياة السماوية ليس من فراغ يحطم حياتي اسمي منقوش على كفك واسمك منقوش في قلبي متى اراك وجها لوجه فلا انحرف يمينا ولا يسارا لك المجد والقوة والعز والسجود الى الابد امين موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى